اشتركوا في القناة التي انهكت العالم وسلت سيوفها وخناجرها على رقاب المسلمين تدعي الاسلام وشوهت صورة الاسلام والمسلمين وجهت مدافعها ليس لاعداء الاسلام الذين يقتلون المسلمين يوميا بل وجهوا هذه المدافع الى المسلمين العزل الذين يدافعون عن رقابهم وعن اموالهم واعراضهم ومنازلهم حديثنا هذه الليلة مشاهدين الكرام عن الجماعات المتطرفة الارهابية الحديث عن هذا الموضوع ينضم الي هنا في الاستوديو الاستاذ فهد الاحمر الكاتب والخبير بالجماعات المتطرفة حيك الله استاذ شكرا لك وشكرا للاستضعفة بدأنا بهذه المقدمة لان حديثنا هذه الليلة عن التنظيمات الارهابية وخصوصا القاعدة وداعش التي انهكت العالم والمجتمع الاسلامي باساليبها واجرائمها وايضا بجرائم القتل اليومية التي تشنها ليس على اعداء الاسلام بل على المسلمين طبعا هذه الجماعات المتطرفة ابتلي الوطن بها وابتلينا بها جميعا وقضيتها انها اصبحت تتخبى تحت خلايا مختلفة وبطرق يعني متغيرة فهناك يعني تغيير وتكتيك في الوضع للجماعات مما يجعلها سهلة التحرك بين المجتمع استاذ فهد انذكرت في احدى الصحف اعتماد هذه التنظيمات الارهابية على طرق جديدة طرق تريد التحايل بها على رجال الامن وايضا على المجتمع المسلم ذكرت طريقة وهي طريقة الخلايا العنقودية لو توضح لنا هذا المصطلح ماذا يعني وكيف يتم تنفذ هذه الخلايا الارهابية جرائمها باستخدام هذه الطريقة اولا بدأت الجماعات بتكتيكات معينة وكان بدايتها ما يسمى الخلية السلسلية فهذه الخلية السلسلية يعني تنزل فيها الاوامر من القائد او امير الخلية للأعضاء بوضوح وكان هذا بباني قوة الخلايا الارهابية وبدايتها المشؤومة لكن مع ضغوط الاجهزة الامنية بدت تغير في سياستها واتجهت الى الخلايا العنقودية هذه الخلايا العنقودية عبارة عن خلايا يعني مستقلة صغيرة تتلقى تعليمات من المنظمة الام وتعمل العمليات الارهابية باسم ومنهج المنظمة الام تتكون الخلية العنقودية من امير الخلية وله الطاعة العمياء في كل ما يقوله وثم انه بسبب ايضا تواصل الضغوط الامنية والمجتمعية وقتل واعتقال كثير من الكوادر العاملة في هذه الخلية تحولت ايضا الى خلية اخرى بمسمى اخر قد نتطرق له يعني هذه الخلايا بدأت بالطريقة التسلسلية التي ذكرت ثم من ضغوط الرجال الام تفككت هذه الى خلايا موزعة نعم يتسلسل منها ايضا خلايا صغيرة اخرى الان يصل الى الافراد المنفذين لهذه الجرائم بالتمام بالضبط القاعدة تولد منها في سوريا او كما يقال انه تولد منها الجماعة والتنظيم الارهابي الاخطر الان على مستوى العالم وهي داعش كيف تولدت هذه الجماعة الارهابية وكيف حصلت على هذه القوة الهائلة التي استطاعت ان تجابها قوات التحالف وايضا التوسع بشكل كبير في سوريا والعراق هذه الجماعة تولدت من القاعدة اثر خلافات كبيرة بينهم وهذا مما يعني يبشر فهم يعني صار في خلافات بينهم وبين رموزهم ثم انها حصل الانفصال وكانت تكونت هذه خلية الداعش الدموية والاقصى والامر من هذا المنطلق ثم انها يعني تكونت نفسها من خلال ما تيسرت لها من الغنائم وكذا وكذلك الدعم الجهات المعينة هل داعش تتبع نفس الاسلوب الذي كانت عليه القاعدة ام ان لديها استراتيجيات جديدة في الوساط اعتمدت عليها اعتمدت ايضا على ترهيب وتخويف المجتمعات التي نشأت في داخلها هذه الجماعة الارهابية داعش اكيد هي تستفيد من الخبرات السابقة من سبقها كالقاعدة والنصرة وكذا لكنها لها استراتيجيتها الجديدة بناء على الوضع المستجد فهي ايضا تستخدم طرق مختلفة مثل استخدام التقنية بشكل اقوى واكبر وكذلك استخدام استراتيجيات جديدة آنية بحسب الظرف مثل الخلايا الذئاب المفردة التي سنتناولها لاحقا باذن الله ذكرت التقنية العالية المقاطع التي تنشرها هذه الجماعات الارهابية تحدث فيها خبراء وقالوا ان هذه الامكانيات الموجودة لديهم لا توجد حتى كبار شركات انتاج الافلام مثل هذه الامكانيات ماذا يتبادر الى الذهن هل هناك تمويل قوي لهذه الجماعة لكي تتمكن من حصول على مثل هذه الامكانات العالية ايضا طرقهم في التجريد التي سوف نصل اليها طرق قوية جدا لا تخطر على بال نعم التنظيم المجرم هذا هو عصري فلذلك استغل التقنية العصرية بكل ما اتي من قوة واستقطب الافراد اصحاب المهارات العالية في التقنية من كل مكان وجندهم وظفهم في هذا الامر فاستخدامهم للتقنية بشكل عالي جدا ابهر الناس وهم بهذا يعني يتوصلون للقناعات الاخرين بالشكل هذا انهم يعني منظمة فاعلة وقادرة على التصوير وبطرق عالية جدا عالية الاحترافية واستخدام التقنية للوصول الى الناس عن طريق السوشال ميديا طيب السيد فهد يعني الجماعات المسلحة البسيطة هل تستطيع وتتمكن ان تقوم بمثل هذا العمل الاحترافي الذي تقوم به الجماعة الام والكبيرة في العراق وسوريا جماعة الداعش مثل ذكرنا انتاج مثل هذه المقاطع عالية الدقة والامكانيات وعالية الجودة حتى في تصوير والاخراج ايضا هذه القدرة الهائلة في استخدام الشبكة العنكبوتية في التواصل مع افراد العالم والذي سنتواصل الجماعات البسيطة هل تستطيع الوصول الى مثل هذه الدرجة العالية من الامكانيات لا بالطبع الجماعة الوسيطة لا يمكن انتوصل الى الدرجة لكن لا يمنع انها تستخدم ولو جزء من المهارات في التقنية الحديثة طيب السؤال يتبادر لدينا بما ان داعش هي متولدة كما ذكرنا بسبب انقسام واختلاف ما بين افراد او داعش ما بين افراد القاعدة خرجت منه وتولدت داعش هل الاستراتيجيات في تنفيذ العمليات الارهابية في القاعدة وداعش هل هو متشابه يحمل نفس الفكر ام ان هناك طرف تفوق على الاخر في الجرم وتنفيذ العمليات الاجرامية بالتأكيد فيه اختلاف من ناحية انه داعش وصلت الى الدموية الطاغية وهذه الدموية جعلت يعني كان من هدفها بث الرعب في اوساط المجتمعات على كوكب الارض جميع نعم فلذلك هي دموية لابعد الحدود بالاضافة الى انها طبعا استفادت من الخبرات السابقة كما ذكرنا للجماعات السابقة الا انها يعني تقدمت وابعدت النجعة في قضية الدموية نعم استفاد دعني استاذ نكو استاذ ايضا الاخوة المشاهدين ينضم الينا عبر الاتصالات في الدكتور هاني الغامدي المحلل النفسي والمختص في الدراسات الاسرية والمجتمعية حياك الله دكتور هاني اهلا وصحة لك يا سيدي وفضافك الكريم وفي كل المشاهدين ومشاهد الملك حياك الله حديثنا هذه الليلة عن الجماعات المتطرفة وبالأخص جماعة او التنظيم الارهابي داعش سؤالي لك هل يوجد سمات شخصية او نفسية يتشابه فيها المغرر بهم في العمليات الارهابية عظيم جدا طيب بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله اخي الحبيب انا اؤكد بوجهة نظري الشخصية واللي ان شاء الله انها باذن الله الوجهة النظر اللي لا اعتدت لانها اللي ما في بعدها على قولتهم لكن هي جزء من ما يجب ان يحلله كل ذيله انا على يقين تام بان من يتأثر بهذا الفكر هو شخص خاوي خاوي العقل خاوي الفكر هو ليس شخص يوجد دديه فكر ليحصل امر بديل انما هو شخص خاوي للفكر فبالتالي نعتبر ان هذا المخ هذا العقل هذا الفكر مثل كاس خاوي كاس فاضي اذا وضعت فيه لبن ماء او وضعت فيه خمر اذا كان هذا الامر واضح بالنسبة لمن يعني يتتعامل معه فهو اما انسان جيد واما انسان سيء واحد فكر سيء لانه عقله مليء بالخمر لو جاز التعبير والاخر الكأس اللي هو احنا مستناه بهذا العقل او هذا المخ هو مليء بالماء او بالخيرات هؤلاء ليس في مخهم ليس في مخيلتهم ليس في فكرهم لا ماء ولا خمر هو عقل خاوي فمليء اعطت لهم الفرصة لو جاز التعبير او تم استيادهم ليوضع في داخل العقل الخاوي هكذا افكار لو نلاحظ ان الامر دائما يتم في سن صغير نعم صحيح او بقي الان بكل بساطة لو جاني شخص عشان يدعوني الى جلسة خمر على سبيل المساعد سأناهض سأرفض لانه لدي مقومات ولدي قاعدة واضحة من الامن المسي والاعتداد بالرأي واستفدار القرار الصحيح فبالتالي لن يؤثر عليه الا اذا لي رغبة في هذا الشعب لكن هؤلاء لو نلاحظ هم ليس بديهم اي فكر فبالتالي ملئوا بهذا الفكر الفاشد وبكل اثر لذلك لو وجهنا الطاقات فاننا نتأكد من ان اقل ما فيها في مثل هذه السن لديهم فكر موجود في داخل مخيلتهم في داخل عقلهم مملوء بالخير مملوء بما هو عليه الامر وان لا يتركوا بحيث انه ممكن ان يتم استيادهم ويملؤوا بما ليس فيه خير لهذه الامة وحتى على مستوى انفر نعم دكتور هاني يعني انت ذكرت ان من ينضم او يغرر به مثل هذه الجماعات يكون فكره خالي او خاويا كيف يمكن يعني توجيه طاقات الشباب نحن نتحدث عن الصغار السن شاهدنا المقاطع التي انتشرت في الاونة الاخيرة ان من ينضم مثل هذه الجماعات او يتأثر بهم حتى لا نقول انه انضم واعلن وذهب وقابل لكن يحمل هذا الفكر تصل به الدرجة الى ان يقتل مثلا ابن عم او يقتل والدة كيف يصل بهم الحالي الى مثل هذا الفكر الذي يجعلك تقدم على اشياء لا يتخيلها العقل الامر الاخر كيف يمكن ان نغذي هؤلاء الشباب بجرعات تحميهم من مثل هذه الافكار لا نتحدث مثلا حتى عن داعش لا نحن نتحدث عن اي فكر غريب يخالف تعاليم ديننا الاسلامي يخالف تعاليم المجتمعية لدينا وعاداتنا وتقاليدنا عظيم انا عدي الجزء من سؤالك برك الله فيك وهو ما الذي يجعلهم يصلوا ان يستصدروا هذا القرار وهو عملية الفعل الان الانسان بطبعه في السن معينة يبحث عن الانا يبحث عن بناء الانا فحينما يصطادوا هؤلاء ذو العقل الخاوي الفكر الخاوي فهم من خلال ما يرونه من مشاهدات ومن خلال الاقناع بان سيكون لهم مكانة والمكانة مكانة عظيمة وهي احضان الحول العين فمن فينا ما يطمع في ذلك نعم لذلك هم يغرونهم من خلال هذا الباب بعد ان ضمنوا بان خاوي عقل اكررها للمئة المليون خاوي عقل لذلك بطبع الانسان بحكم بحثه عن الانا الايغر الخاصة فيه فهم يغذونه من خلال هذا الباب وبالتالي سيكون استصدار القرار ضمن النسق الفكر الذي قد غذي به فيفعل هكذا افعال لا يقبلها صاحب العقل او الفكر اللي قد ملئ مصهو او اقله او فكره بما هو صالح او طالح يعني حتى الان يتفق حتى اكبر المجرمين بانه لا يستطيع فعل ما يفعله هؤلاء حتى المجرم قتال القتل على قولتهم اللي ما هو منظم لهالجماعات ولا يستطيع على فكرة انه يفكر انه يفجر نفسه على فكر صحيح لكن هؤلاء لديهم فكر غذي بكثير من الامور ضمن ما هو عليه الحديث ان انا اتحدث عنه خلو العقل خلو الفكر وبالتالي على طول الاعمال العقلي يذهب بك في المسار الذي قد غذيته فيه فمن خلال هذا الامر يتم استصدار القرار وقمون الفعلة فهو يقبل انه يفجر نفسه فبتعال يا ابني شوف الامر تلماته هو قد غذي بهذا الامر واعتنقته النفس وصدقه العقل فيقوم بالفعلة العملية تحتاج الى النظر الى هذه الزاوية من قبل المتخصصين لان الامر هذا نكون الامور المهمة واللي على اساسها ما استطيع الاجابة على هذا السؤال الكبير هو كيف الانشان يغير من ذاته ويصل به الاجرام الذي يفجر نفسه اخي انا لا اكبر حتى ان اخطأ طرف من اطرافي او اصبع من اطرافي فكيف افجر نفسه في مقابل امر واضح من الناحية الشرعية بالنسبة للمتوازنين بانه امر لا يمكن ان يؤدي الى ان تصل الجنة به لكنهو ضمن اعماله العقلي مثل ما اغذبه اثناء ما كان عقل خاوي اعتنقت النفس الفكرة وبالتالي تم الفعل النظرية هذه يا حباي لما نظرنا لها بالطريقة اللي انا قاعد اتحدث فيها اليوم اعتقد انه سنصل الى جزء من الاجابة على السؤال الكبير هم هذولي كيف بيسو هذه الفعلة مين يقبل ان هو يكسر نفسه لم تستصدر اي من الديانات في اي من المذاهب في اي من الامور اللي على مر العصور بان يكون هناك تقديم قربة الى الرحمن من خلال قتل النفس لا قتل نفسي ولا قتل الاخر فكيف يتم هذا الامر فالسؤال الكبير والعلامة الاستفام الكبيرة كيف هذول يستطيعون تزعل هذه الفعلة من خلال ما شرحت بارك الله فيكم لو نظرنا اليها من خلال هذه الزاوية لعلنا نجد اجابة على هذا السؤال ولو بشكل جزي صحيح اذا دكتور هاني صغر السن له علاقة بالعمال التي يقدمون عليها او الاستجابة لمثل هذه الاوامر التي تأتي من اناس تعدوا مرحلة الاجراء يقينا لانه جعل يفزي مصر كان خاوي فهو يصب فيه ما يريد من افكار يا اخي لو نفكر فيها بزوايا اخرى بعض الاطفال الصغار الان لو اخدناها على مستوى الحياة على مستوى الجسد هناك بنات صغار يستطيعون انهم من اول ما البنت على اللي قلتهم يسير عمره ثمان سنوات لديها الحياة بانه يضغط نفسها عشر سنوات او وقعش سنة قلت والله انا ابو البس النقاب ولكن هناك مجتمعات اخرى حينما يضغط جسد هذه البنت ليس لديها اي رد فعل لانه هذا هو النسق الطبيع الذي قد عبى بها هذا فكر وهذا العقل اصبح نسق عادي بالنسبة لها انما هؤلاء قد ربوا من البداية ليس لهذول اللي حنا تكلمنا عنه من خاوي العقل هم وصلوا الى مرحلة قد تركوا فيها من قبل اهم مصدر للامان النفسي والامان الفكري وهم الاهل لذلك هذول كانوا متروكين مع الشريد احترامي الان المتحدث باسم الداخلية في كل مرة يصعد فيها خلال الثلاثة اربع شهر الخيرة يتحدث عن مسؤولية الاهل الزمان ما كان الامر هذا يذكر كان كلها مسؤولية الدولة مسؤولية الحكومة مسؤولية الناس اللي مسؤولة عن الامر والامان في البلد الان اصبح النداء واضح بانه يا جماعة الخير يا اهالي يا كل اب يا كل ام انتبهوا ترى المتسبب في هذا الامر انتم واحنا قاعدين نهني الان وليس الجناء هو لذلك نحن نتحمل الان تبعات ما قد فرقتم فيه من دور اساسي ففرقت اولانا هؤلاء وتمت صيادهم ووصلوا الى ما وصلنا اليه من تدمير لذواتهم وتدمير ايضا لمستوى الفكر والامن والبشر في داخل الدولة اذا العملية تحتاج الى يد بيد يجب ان يكون هناك دائما النظر الى زوايا الجزء التربوي الجزء الاسري من قبل القطاعات المسؤولة وايضا المدارس انا حينما اتحدث عن المدارس لا اتحدث عن المناهج يا اخي احنا اخذنا مناهج ووصلنا الى ما وصلنا اليه من عمره من خطوة الرحمن لم يكن فينا ذاك الشخص اللي قد يكون لديه فكر متطفق واذا كان هناك البعض فهو اما لي اغراض تياسية معينة او لبعض الامور لي واحد في المليون لو جاز التعبير والشواهد كثيرة على ارض الواقع بانه ليس ذاك الكم كنسبة وتناسب ممن قد انحرض فكرهم من كبار السن صحيح انما الان الوضع افضح واضح جدا انه عندي اشكالية في المعضلة السكرية لهؤلاء الصغار فبالتالي المدرسة عليها دور اساسي ليس من خلال المناهج وكرر انما من خلال الجزء التوعوي والامور اللاصفية وايضا هناك دور مهم على الاعلام والاهم من ذلك كله دور المسرة في مراعاة هؤلاء لو نلاحظ فان اغلب الشباب اللي تحدثنا عنه انهم انحرقوا وذهبوا الى مناطق الصراع اما تم قتلهم واما تم رسط عليهم كلهم طلعوا من بيت اهاليهم الاب او الام يقول لك والله قال رايح اندي جدانهم قال رايح اندي عيال عمهم قال انه سافر مع اصحابه طالع مكة يا ابني هل يرقل انه انا ما اعفوا يا كل ابن هل يرقل ان ما توصل مع ابني وما اسأل عنه هو وصل بالسلامة ولا لا ولم تسأله اذا هذه دكتور هاني راح مع ايال عمه اذا هذه دكتور هاني اثقى المفرطة من الاسرة في الطفل او الشام ليس الثقة يا سيدي هذه ليس الثقة هذا قطور في الجزء التربوي هذا عدم فهم وجهل في الجزء التربوي هذا ليس ليس على فكرة يعني تتناهج لان اكون على علم لان هذا الامر من واجبي كراعي مسؤول عن رعيتي هذا تقصير تقصير واضح وحاسب عليه لكني كأكون جاهل ان التوجيه هنا يتم من خلال الاعلام لتوجيه الاسر الاب والام ليس بالتخويف انما من خلال كثير من العناصر المدروسة التي نستطيع من خلالها بقدرة الله ان نضع بصمة مؤثرة في عقلية وذهنية الاب والام كمربين وبالتالي ينتشر هذا الامر ويؤثر به على الابناء طيب دكتور هاني هل هناك مؤشرات قد يستطيع الوالد او الوالدة اكتشاف انحراف ابنهم او بداية انحراف ابنهم كمثلا سلوكيات الشاب او طريقة حوارة او كلامة او تعاطيه مع الوالد والوالدة والاخوة والاخوات بالله عليك اذا كان الاب والام فالتالين في مهم دينين ايالهم وين حيكون عنده ذاك الذهنية اللي يستطيع انه يحلل بالتصابقات هذا الابن اعتقد واحد زياد واحد يساوي سين انما عموما لو قلنا انه احدهم من احد الاسر خرجوا له استماعاته عينة من ضمن استماعات البسيطة اللي ممكن والله يعول عليها الانعزالية الوجود لوحده بشكل مباشر بحيث انه في ساعات طويلة هذا الشخص مختفي ولو انه ما ارى بس انا حط هذا الامر كعنصر اتاتي عشان ما يتشكك كل من هو لديه ابن موجود في غرفة الحالة ولا قاعد بيتواصل مع الانتوانات ما نتمنى انه والله بيتحول ابن الى ارهاب صحيح لان هناك ايضا امور اخرى تحدد هذا التصرف من قبل بعض المراهقين نعم عشان بس ما ما يشكك في هذا الجانب لكن يجب ان نتنبه فان الابن لا يجب ان يترك وحتى الابن لا يجب ان يتركوا الابناء البنات والاولاد بطريقة كده منخلثة وانا ما اعرف عنهم وين على المستوى السلوكي فيما يقص الامور والخط الشرعي فيما يقص الحلال والحرام وتصرفاتهم في حياتهم الطبيعية وايضا على المستوى الامني والفكري وبالتالي هو دور اساسي الاب والام يجب ان نتنبه ان يقوم هؤلاء بتورهم بارك الله فيهم لان الامر على فكرة اصبح واضح بان الاساس في هذا او ما نشوفه اليوم على ارض الواقع الا ما يكون سببه الجزية الخاصة لذلك كان في في حديث في احد القرنوات قبل كم يوم واعتقد ان فهمة الرسالة خطأ نعم حينما ناديت بان يكون هناك ليس عقوبة انما وضع مسؤولية على الاهل حينما يخرج من بينهم ابن منحر في الفكر فكان يعتقد البعض بانه انه طالب لمعاقبة الاب والاوب الله لو علينا اسمنا حقيقة لانه هذا معناته ان هو قصر في دور التربوي وقصر في دور الاسل لكن النظام لا يسمح بذلك وايضا نتعاطف مع هؤلاء لانهم هم على جهل لم يعلموا ما هي الطريقة الصحيحة للجزء التربوي وبالتالي يكفيهم ما هم فيه من هم ولكن على الاقل يكون عندي جزء من التنبه للجزء التوعوي والاعلام يا اخواني بارك الله فيكم عليه دور مهم التعليم الان عليه دور مهم خطب الجمعة فيها دور مهم كثير من الاصوات على فكرة على المنابل الاعلام ليس بالجزء التنظيري انما بالجزء الواقعي بس الى ذلك يجب ان يكون هناك استثمار من قبل هؤلاء اللي قاعدين يغرفون الملايين من بعض الشركات ومنظمات نعم ويساهموا فيه الخدمة المجتمعية لاخراج بعض الامور الخاصة بمسلسلات او برامج دوعوية او شيء من هالقبير لانه مع الشريد احترامي تحصحوا معنا شوي ترى لكم دور في هذا المجتمع وقالين تأكلوا من خير هذه الارض فارجوكم يعني شوي تنتبهوا انه والله ترى على الاقل تؤجروا ونكتب امن هذا الوطن من خلال الاستثمار في فكر ابنائهم نعم طيب دكتور هاني هناك عوامل مثلا طلاق الاسرة او التشدد الديني ايضا لدى الوالدين ايضا بعض الشباب يكون هناك يكون في عزلة مثلا عن المجتمع ثم مثلا الى المرحلة الثانوية وعندما يتخرج ذب الى الجامعة يتفاجأ بعضهم انه كان في عزلة من المدرسة الى المنزل ولا يوجد لها اي احتكاك خارجي ثم يخرج الى الجامعة ويبدأ يشاهد مثلا يحتك مع الشباب قد يكون ضحية يعني من جماعات ارهابية او فكر اخر او حتى الحراف سلوكي رسالة توجهها لمثل هؤلاء اخي الحبيب كلنا على فكرة اهالينا حافظ كلنا لما كنا في السنوية او في الجامعات او داخل البلد او خارج البلد كان عندنا عقل نستطيع بان نحن نقوم بما هو مرضي للمولى عز وجل والرسول والمؤمنون لم نكن على فكرة هؤلاء الاشخاص اللي والله اذا كان شلتني من بيئة الى بيئة يحصل لهذه الصدمة اللي ممكن تجعل من فكري منحرفا بهذه الطريقة الانبعاجية لو جاز التعبير في الانحراط الفكري لكن هناك انا اقول لدكتور هاني هناك بعض الاسر بعض الاسر يكون هناك اغلاق تام على الشاب يعني مدرسة منزل فقط اذا كان انطلق الخوف انه انحرف سلوكيا وليس فكريا انا ذكرت انه حتى لو سلوكيا لو سلوكيا طبعا هم في هذه او في تلك ويكون لها يعني ما خص من هذه الا الثانية لكن على الاقل انه الجزء التربع ايضا يجب ان يكون هناك توعية لهؤلاء يا حباي احنا مجتمع الان في حالة حراك في حالة حراك وانسلاف من جزء معين من افكار قديمة وتعود على افكار جديدة الخوف من الجديد وللأسف ان هناك بعض العوائلة وبعض الاسر تعتقد منه هذه الجوانب اللي فيها التغيير الجدل اللي حاصل بهذا الارتجاج الكبير للقارب لو جاز التعبير انه هو نوع من انواع التغريب او نوع من انواع الاعتعاد عن السنة او نوع من الاعتعاد عن الوصول والواجبات ابدا الامور متوازنة لقدرة الله لكن نحن في حالة انسلاح لو جاز التعبير من خير الى خير ولسنا على فكرة منفلتين سلوكيا ترى ما زال البلد فيها من فضل الرحمن النسبة الاكبر وهم على خير من صدر الرحمن وسيستمر هذا الخير الى مالا نهاية المهم انه لا يكون عندي جزية الفقد الثقة في الجزء الذكري او في الامن لانه هناك كثير من الاشخاص الآن للأسف بعض المتفصلين يقفون على كثير من الحالات وايضا لاستطيع قياس ذلك على بعض السوشال ميديا او بعض البرامج بالتواصل الاجتماعي بان هناك خوف اصبحت عندي رعب اصبحت عندي قلق لدى البعض من العملية اصبحت مرعبة لا يا حباي نهدأ الحياة فيها كثير من الخير بارك الله فيكم واذا كان هناك من قصف تحصل فكانت تحصل منذ سنوات ومنذ أزمنة طويلة ولكن الفارق الوحيد هو وصول المعلومة فارجوكم لا نقلق لا نرتبك لا ننهار لان العملية من خير الى خير وما زرعته بخير ستجنيه بخير بقدر مولو عز وجل طالما انت ضمن الخط الشرعي وطالما انت ضمن ما قدمته نعم الدكتور هاني الغامدي المحلل النفسي والمقتصفي الدراسات الأسرية والمجتمعية شكرا جزيلا لك شكرا جزيلا لكم السلام عليكم ورحمة الله أستاذ فهد رأيك فيما ذكر الدكتور هاني والله أولا حي الدكتور هاني الغامدي الدكتور القدير يعني بداية الحوار معه ما تمكنت أسمعه لكن بالتأكيد الدكتور هاني يتحدث عن السلوكيات الفرد المغرر به ونحن حقيقة يعني علينا كافة المسؤولية سواء كأفراد أو مؤسسات تربوية وإعلامية ومجتمعية نعم طيب نعود السيد فهد إلى الجماعات الارهابية وطريقة وستراتيجية في تنفيذ جرائمها ذكرت في بداية الحلقة مصطلح الذئاب المنفردة وتنفيذ طريقة تنفيذ هذه الجماعات لجرائمها باستخدام هذه الطريقة لو تشرح لنا هذه الطريقة وكيف يتم التعامل معها طبعا طريقة أو خلايا الذئاب المنفردة هذه تأتت بسبب القدرات السلطات الأمن على محاصرة الخلايا السابقة التي هي العنقودية وكذا وكشفهم فاتخذوا لطريقة الخلايا المنفردة أو الذئاب المنفردة طبعا تعريف الذئاب المنفردة بمعنى أنه شخص أو مجموعة صغيرة لا يتجاوز ثلاثة أشخاص كحد أقصى تقوم بعمل إرهابي موجه لجهة معينة ومن قبل فكر معين طبعا هؤلاء الأشخاص لا تربطهم أي علاقة بأي تنظيم لا يضح عليهم أي شيء وربما لم يسافروا أصلا كما حصل في الحالات السابقة وكذلك لم يسبق عليهم سجل عدواني فلذلك هم مختلفين تماما وغير ظاهرين وغير معروفين الذئاب المنفردة هذه لا ترتفط بالفعل بالجماعة بأي جماعة يعني لا يوجد لهم أي تواصل خارجي أو داخلي لكي ينقضوا مثلا هذه العملية الإجرامية التي يخططون لها لا يعني في الغالب أنه لا يكون في تواصل في الخارج إنما هم يعني يستفيدون من القراءات ومن كذا في وسائل التواصل لكنهم يحملون الفكر نفسه ويتبنون يعني التوجهات المنظمة والجماعة الإرهابية ويعني ربما يكون للتو تأثر بهم يعني ممكن حديث التأثر ولذلك يعني ينطلق بإضافة إلى الطيش يعني شباب وكذا ولتو وقرأ و تأثر بهم من يعني الأهداف الجماعة في سراتيجية الذئاب المنفردة هذه يعني الوصول لهؤلاء المتعاطفين الوصول لهؤلاء المتعاطفين المناصرية اللي هم في أماكنهم يعني بدل من استقطابهم في أماكن الصراعات يصلون إليهم في بيوتهم في أماكنهم ومن أجل يعني ينفذون مخططاتهم وهم في أماكنهم مع قلة إمكانياتهم وكذا فيصلون إليهم وينفذون يعني مثل ما يقول بالمصطلح الرياضي وهم على أرضهم وبين جمهورهم نعم طيب من أين أتت فكرة هذه الذئاب المنفردة يقد يسأل بعض أن تذكر هذا المصطلح لكن من أين من أين أتت هذه الفكرة هي أكيد بالتجارب بالتجاربهم بسبب أنه يعني كما ذكرنا أولا كان فيه الخلايا السلسلية فكانت يعني الأوامر تصدر من الجهات العالية للكوادر العاملة في كذا ولكن صار عليها ضغوط يعني هذه من تضييق الخناق على الجماعات المتسلسلة وصلوا إلى أنه دعوها من جماعات منفردة وفي أماكنهم بدون يعني إرسال أمر أو تواصل أو ترابط فيما بينهم نعم أكيد لأنه هذا بسبب طبعا قوة الدولة وقوة الأجهزة الأمنية في الدولة هنا وكذلك في الدول الأخرى التي استفادت يعني من تجارب المملكة في تصدي الإهراب طيب ذكرت السيد فهد أن هناك أربع خصائص للمنتمين إلى مثلا أو دعنا نطلق عليه تكتيك الذئاب المنفردة أربع خصائص يعني يتميزون بها جعلت هناك صعوبة في مثلا في كشف أمرهم لو تذكرنا هذه خصائص الأربع نعم هذا في أحد التقارير الصحفية يعني ذكرنا أنه هناك أربع خصائص وقد تكون أكثر يعني منها يعني حنصر المفاجأة في تنفيذ العمليات لأنه لا يوجد أي سابق مؤشر للجهة هذه أو الأفراد هؤلاء وكذلك هو عدم الارتباط الفعلي والمباشر مع التنظيم ما عندهم يعني ارتباط مباشر أو واضح مع التنظيم بشكل مكشوف ثم أنه يعني الحالة الثالثة أنه الحرية في تحديد الهدف واختيار الزمان والمكان من أجل تنفيذ عملياتهم هذه الخاصية الأخرى هي يعني تنوع السلاح فهم يعني يتعاطون مع العمليات بسلاح المتوفر لديهم على بساطة وقلة يعني الإمكانية يستخدمون ما حصل من مسدس أو سكين أو أي شيء أنه ينفذ أهدافهم هذه بطرق بسيطة يعني في بعض الحالات التي أوضحتها وزارة الداخلية من خلال المؤتمرات التي تقدمها من وقت إلى آخر عن كشف عمليات الرهابية يريد أنه من خلال بعض المقبوضات نلاحظ تنوع في الأسلحة أيضا وجود دعم مالي هل نستطيع أن نذكر أنه مثل هذه الضبطية وهذه الجماعة ينتمون إلى مثلا الذئاب المنفردة التي ذكرنا وأنه كما ذكرت أنه لا يوجد لديهم دعم هو بأسلحة بسيطة هل هناك ترابط بين الحالتين بالطبع يعني فيها ترابط من ناحية أنه يعني شخصيات هذه والأشخاص المركزين العملية قد يستفيدون من خدمات تقدمها لهم يعني جهات معينة وكذا وفي حالة عدم يعني استفادتهم فهم يعني ينفذون عملياتهم بطريقتهم يعني بما يتوفر لديهم بأي شيء نعم بما يتوفر يعني لديهم من أي شيء ولكن يعني في تكتيك الذئاب المنفردة فيها ملمح ملمح إيجابي يعني كونه يدل على فشل الجماعات بسبب يعني فشلها في خططها وكذا ولذلك وصلوا إلى يعني شغلات منفردة وأنه العمال الجماعية ما أصبحت مجدية بسبب يعني يقضت الأجهزة الأمنية نعم هل أنك مثلا هؤلاء يحصلون على تدريب معين أو أنه بطرق عشوائية يظهر على الغالب أنه بطرق عشوائية ليس فيه هناك تدريب لأنهم متواجدين في أماكنهم لكن يستفيدون من القراءات في وسائل التواصل وكذا يعني يستفيدون من التجارب المطروحة لهم على وسائل مثلا الإنترنت نعم نعم يستفيدون من التجارب هذه في شفاكات الاجتماعية الكثيرة وبالمناسبة تسمية الخلايا هذه بالذئاب المنفردة هذا فيه اعتراف ضمني من جهتهم أن هؤلاء ليسوا بشر هؤلاء وحوش يعني وحوش ضارية فهم ذئاب نسبة إلى الوحشية الوحشيتهم نعم وحشيتهم وحبهم للدماء وامتصاص الدماء نعم إذن نصد فهد دعني وإياكم المشاهدين نتابع هذا التقرير المحدد من قبل الزملاء ثم نعود لاستقمال بقية هذه الحلقة أخذ الغراب أبا أديم للمظيف إيمان كان طالع من البيت سلفت عليه قلت لها إيمان جمعنا المظيف ليقول الله إياكم بدموع مليئة بألم الفراق ووجع الرحيل يتحدث الطفل محمد عن أخيه الأكبر الشهيد أيمن العجمي الذي استشهد في الحادث الإرهابي الآثم بمنطقة سيهات رحل أيمن ناصر العجمي الذي لم يتجاوز من عمره الثالث والعشرون عاما مخلفا دموع الأصدقاء وألم إخوانه وصبر والده ناصر حبيب العجمي الذي كان محتسبا صبورا فخورا بأيمن متحدثا عنه بقلب موجوع وألم ساكن بين الضلوع الحمد لله هو كل سنة يروح مع حملة الحج كادر فقلت له هذه السنة لا تروح أولدي أبوك تقعد أخوانك وكذا انتفت لهم وصار في محلي بعد وعطيت بعد أمانة أنه انتفت ليدتي يروح اليوميا شوفه واش تبغى من الأغراض وكذا فما قصر الولد أدر سهله هذا المشهد الذي تداوله الكثير عبر مواقع التواصل للشهيد أيمن العجمي يستقبل فيه والده بالورد بعد عودته من أداء مناسك الحج يدل على حسه الإنساني وبره بوالديه وحبه لإخوانه رحم الله أيمن وجميع شهداء هذا الوطن الغالي لبرنامج الحدث محمد الحمادي سيهات محافظة القطيف كان هذا تقرير وبصراحة أنه تقرير مؤلم لأحد الضحايا الذين سقطوا في الحادثة الأخيرة التي حدثت في سيهات وهي إحدى الحوادث التي تستهدف هذا الوطن وليست فئة معينة أو طائفة معينة فنحن شاهدنا في سيهات في الرياض في الشمال في الجنوب وحتى رجال الأمن الجميع مستهدف من هذه الجهات أو المنظمات الإرهابية الدموية التي كما ذكرت في بداية الحلقة ترى بأن الجميع هو كافر ويجب قتله أستاذ فهد لو تحدثنا عن ما ورد في هذا في هذا التقرير حقيقة مورد في هذا التقرير شيء مؤسف ومؤلم أنه يعني وصل إلى درجة الوصول إلى الأبرياء في أماكنهم في سواء في أعمالهم أو في أماكن العبادة ومن المعلوم جدا أنه هذه الجماعات لا ترى يعني لا ترى ولا ترعوي عن استهداف الجميع باختلاف يعني الإيدولوجية واختلاف الفكر يعني هي لدي أنه من خالف أنه في فكري فهو ضدي ويجب قتله ويجب قتله مهما كان نعم طيب نعود لما محور حديثنا السيد فهد ذكرت أن هناك سبع سمات شخصية يمكن أن تكشف الانتماء لهذا الفكر الإرهابي لو تحدثنا عن هذه السمات السبع من هذه السمات أولا تحول المفاجئ يعني في إيدولوجية الشخص وطريقة تفكيره والتعاطي مع الأمور والأشخاص وثم أنه كذلك يعني تشدد الطارئ فحصل له يعني تشدد الطارئ واضح خاصة بقضية الحلال والحرام وخصوصا يعني في المسائل الخلافية ثم أنه كذلك يعني تجد أنه عنده استغراق في أوقات طويلة على الشبكات العنكبوتية يعني وسائل التواصل بطريقة لم تأهد من قبل فهذه يعني من ضمن الأشياء التي قد تكون يعني تلمح إلى تأثر الشخص هذا وكذلك يعني إذا ظهر عليه مثلا عدم الاعتداد بأقوال الكبار العلماء والانتقاص يعني أقول الكبار العلماء طبعا وليس يعني الرموز التويترية كبار العلماء يعني كبار العلماء وتجد أنه ينتقص من فتاويهم ومن يعني أقوالهم مما ينبأ يعني بتأثير صاحب هذا يعني التوجه بالنزعة للفكر الضال وكذلك يعني كما تطرق أيضا الدكتور هاني أنه عدم الاتزان النفسي يعني لدى صاحبه وتجد يعني عليه حالة واضحة يعني من عدم الاستقرار والخلل في الشخصية يعني هل هناك يعني يظهر عليه مثلا عدوانية تجاه الوالدين تجاه الأخوان أو من هو قريب من مجتمعه لا 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 قد لا يظهر عليه هذا لكنه يعني تبدأ عليه علامات يعني الاختلال والتغير المفاجئ وتشدد الطارق وكذا يعني تغير في أسلوب هلذي كان يصير عليه في البداية نعم وبدل مكان يعني اجتماعي تجده يعني مثلا أصبح يعني زوائي وعلى شبكات التواصل وهذا طبيعي لنساء شبكات التواصل لكن يعني يجلسين زوية ويغلق الباب على نفسه وكذا فترات طويلة ايو فترات طويلة وهذا يعني مثلا غير ما كان معهود عليه نعم وذلك طبعا الميل النازل يعني يعني عن الأصدقاء وعن الأهل وكذا فهذا يعني من ضمن الملمح نعم نقطة المهمة والتي نحاول نركز عليها من بداية الحلقة وهي استقطاب هؤلاء الجماعات مثلا إلى صغار السن لو تذكرنا ما هي الساليب التي يمكن أن يصلون عن طريقها إلى صغار السن ومن ثم يستدرجونهم إلى التأثر بهذا الفكر الخطير المجرم الدموي الذي قد تكون آثار وخيمة على الأسرة والمجتمع بشكل عام طبعا الوصول إلى الصغار السن والأطفال هذا دليل جلي على ضعف الحجة وضحالة الفكر عندهم لذلك هم يتجهون للأطفال الصغار والأحداث ويتجنبون الكبار المدركين والعارفين بالأمور لذلك الطفل سهل غوايته وسهل التأثير عليه بينما الكبير يتجنبون بسبب إدراكه وعدم قدرتهم على أخواته نعم كيف يمكن يصلون إلى صغار السن نعرف صغار السن موجودين في بيوته كيف ممكن هذا الفكر يخترق كل هذا إلى الوصول إلى الطفل مثلا في منازله نعم هم يصلون للأطفال في منازله بسبب التقنية الآن التقنية بيد الأطفال يعني من الابتدائي المتسط وكذا فبيد الطفل الآيباد والجوال وكذلك اللابتوب يعني يستغلون هذه بالإضافة كذلك إلى الألعاب ألعاب نعم الألعاب مسمم يعني على طريق لعب أولاين نعم أولاين نعم وعلى يعني يدخلون لهم من هذا الجانب كلمة توجهها للأسرة في هذه النقطة بالذات مثلا استخدام التقنية وترك التقنية بأيدي الأطفال دون حسيب أو رقيب نعم الأسرة واجب عليها الاهتمام ومراقبة الصهار في استخداماتهم طبعا نحن لا يعني حرمان الصهار من هذه الأشياء لكن أيضا يكونون يشاهدون هذه الأشياء ويستخدمونها وهم بمعيتنا وبحضورنا ولا يكون يعني انعزال أو انزوائية لهذا الحدث نعم طيب إذا كان مثل وجود مثل هذه العقليات التي يمكن لها الوصول يعني عقليات صغيرة يمكن لهذه الجماعة الأرهابية الوصول إليها واختطافها إلى أماكن الصراع أو إلى تنفيذ مخططاتهم لدينا هنا بالداخل كيف يمكن نعمل مثلا عمليات استباقية لمثل هذه الأحداث ونحد من خطرها أو نمنع وصول مثل هؤلاء إلى أطفالنا في المنازل أو إلى حتى الشباب في وسط المجتمع طبعا نشير أن المعرفة المتأثرين بهذه الطريقة فيها صعوبة بالغة جدا من أجل تحديد الشخص المتأثر فيه لكن علينا أنه فعلا نكثف الجهود من أجل استقطاب أو العمليات استباقية فمثلا علينا التكثيف الإعلامي التكثيف الإعلامي من ناحية التوعية سواء في القنوات التلفزيونية سواء في الإداعات وكذلك الخطب والمنبرية وأيضا في الصحف ويعني في المنزل فالتكثيف الإعلامي والتوعية ضرورية جدا في هذا الشأن وكذلك استخدام نفس سلوبهم سلوب المضاد من حيث التوجه للأطفال في جانب التقنية في كذا ويعني نوعيهم بخطورة هذه الجماعات وعدم التأثر بهم و بالإضافة أيضا لتوفير وسائل الترفيه يعني الحد من فراغات الشباب وكذلك توفير العمل على توثير الوظائف هذه رسالة منك إلى الجهات مثلا نقول للقطاع الخاص مثلا المشاركة في نشر مثلا الدورة المجتمعي لديهم والمساهمة في دعم المجتمع في إشراك الشباب في مثلا البرامج المجتمعية لا يكون هناك عزلة مثلا للشباب بعض الآن في الخارج قد يصل إلى أين أذهب رما لا يوجد مكان لأتنفس فيه نعم يجب يعني على الجهات والمؤسسات المتواجدة أنه يكون عندها فعلا مشاركة اجتماعية مثلا يعني الأندية يعني لا يكون عملها كرة القدم يعني يكون فيها أعمال يعني ثقافية مثلا يعني تفعيل المسارح يعني إن شاء المسارح مثلا في الأندية وإشغال لوقات الشباب بهذه الطريقة يعني ماذا لو إنشأنا مسارح على امتداد المملكة في كل نادي صح وماذا يعني لو وفرنا دور عرض يعني سينمائي في الملاعب وفي الأسواق التجارية صح وكذلك يعني مثلا توفير حلبات سباق سيارات يعني برضى هذا الشيء يعني توفير جميع النشاطات الرياضية التي يهتم بها الشباب نشرح داخل المجتمع بشكل أكبر نعم أكيد نعم إذن الأستاذ فهد الأحمر الكاتب والخبير بالجماعات المتطرفة شكرا جزيلا لك شكرا لك والشكر الموصول لكم أنتم أيضا مشاهدين الكرام وهي رسالة إلى الأسرة للاهتمام بالأطفال ورسالة أيضا إلى المجتمع بإشراك الشباب والفئة المستهدفة في توفير ما يشغل لهم أوقات الفراغ بصورة سليمة وأن لا نتركهم فريسة لمثل هذه الجماعات المتطرفة التي وصلت حتى إلى الأطفال في منازلهم في أمان الله ترجمة نانسي قنقر